السلام عليكم في بعض الأحيان تقوم بتثبيت برنامج كبير أو تطبيق ولكن عند الدخول عليه تظهر لك هذه الرسالة هنا DLL ومعها رقم أو أرقام أو حروف يعني النظام يحتاج إلى هذا الملف لكي يعمل هذا البرنامج أو التطبيق سنقوم في هذا الفيديو بحل هذه المشكلة بطريقة بسطة وسهلة جدا يعني نقوم بتحميل هذا الملفات DLL التي يحتاجها الويندوز ونقوم بوضعها في أين هو مثبت الويندوز في القرصي وسيتم حل معك المشكل أول حاجة نأتي هنا ونعرف نظام الويندوز الذي لديك نضغط بيهم الفقرة ثم نضغط على Propriet ولدينا هنا نظام 64 bit وأنت إذا كان لديك 32 bit سنقوم بتحميل ملف خاص بـ 32 bit فأما نحن هنا سنقوم بتحميل ملف DLL الذي يحتاجه الويندوز لكي يعمل البرنامج أو التطبيق خاص بـ 64 bit ثم ندخل عندها أول متصفح لديك تقوم بكتابة هنا MSFB هذا هو الملف الذي نحتاجه لكي يظهر هذا البرنامج أو لكي يعمل هذا البرنامج وتقوم بكتابة تحميل نسخة كذلك إذا كان 64 bit أو 32 هذا هو ملف DLL الذي يحتاجه الويندوز لكي يعمل معك أي برنامج أو أي تطبيق في حال ظهور تلك الرسالة فأنت تقوم بكتابة DLL وتقوم بكتابة ماذا ظهر لك في الرسالة مثلا هنا ظهر لنا MSV ممكن يظهر لك SV ممكن يظهر لك لقم أو حرف مهم تقوم بكتابة DLL بل مع الاسم والربز المعين الخاص بالملف هذا هو الملف الذي سنقوم بتحميله نأتي هنا عند نلاحظ هنا هذا هو نقوم بتحميله هنا نضغط على تحميل لن تطبيق حتى يقوم الملف بالتحميل أو بدأ التحميل هذا هو الملف نضغط عليه هنا لكي يبدأ التحميل ثم بعدها يأتي عن طريق ملف الوينرار يأتي المضغط نقوم بفكل بفكل ضغط بعد القيام بفكل ضغط نقوم بنسخ الملفات نقوم بغلق هذه النوافذ هنا ثم نقوم بنسخ الملفات هذه هنا نقوم بنسخهم ثم نذهب إلى قرص سي أين هو مثبت الويندوز هذه طريقة تصلح مع الويندوز سبعة والويندوز عشرة والويندوز حدى عشرة والجميع أن نستخل الويندوز ثم ندخل عنده ويندوز هنا ثم نذهب عنده سيستام 32 يعني نظام 32 نبحث عن الملف أين هو هذا هو الملف سيستام أو نظام 32 تدخل على الملف وهنا تقوم بوضع الملفات تقوم بلسقها يعني بعدما قمنا بنسخها نقوم هنا بلسقها في هذا الملف وهذا لكي يحل معنا المشكل يعني الويندوز هنا يحتاج إلى ذلك الملف تضغط على الويندوز فأنا قمت سابقا بنسخها هنا فأنت تقوم بنسخها هنا وكذلك ممكن أن تنسخه كذلك عند هذا الملف هنا السيس وو أربعة ستون يعني إذا لم تجد السيس وو أربعة ستون لذلك الاختيار أن تقوم بنقل ملفات إلى سيستام 32 لذلك الاختيار في ذلك ومن الأحسن أن تقوم بنقل ملفات التي قمنا بتحميلها إلى سيستام 32 أنا هنا قمت سابقا بنقلي هنا فبهذه الطريقة فسيعمل معك هذا البرنامج أو التطبيق لأنه قد وجد هذا الملف الذي يحتاجه للبرنامج أو التطبيق فهو كان غير متواجد على الويندوز فالسبب يعود إلى أن ممكن الويندوز أو الانتفيروس الذي لديك قام بحثف هذا الملف يعني يمكن أن تشبه به بأنه فيروس أو كذلك ممكن الويندوز الذي قمت بتثبيته على الجهازك الكمبيوتر يعني ليس فيه ملفات كاملة يعني به ملفات للنظام ناقصة وبهذا قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو وقد تم حل هذا المشكل فلا تسلونا إخواني بالاشتراك ودعم القناة ولتعلم الكمبيوتر وحل مشاكل ويندوز سبعة ويندوز عشرة ويندوز حدا عشر فلا أتكون لكم روابط الفيديوهات في صندوق الوصف وهنا قد وصلنا عفو إلى نهاية هذا الفيديو فلا تسلونا إخواني بالاشتراك ودعم القناة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة